اشتركوا في القناة تلك الروح الوطنية العالية والقيم النبيلة دفعت المتطوعين المدنيين للانتساب إلى القوة الاحتياطية في دفعتها الأولى إيمانا منهم بأهمية اكتساب المهارات والعلوم العسكرية في تجربة فريدة هي الأولى من نوعها في المملكة والتي يفتح فيها الباب للتطوع والتأهيل العسكري ليكونوا على أهبة الاستعداد دائما للدفاع عن المملكة في مختلف الظروف والأحوال خدمة الوطن شرف لا يعلو شرف وحبين لو نقدم الشيء البسيط أول ما شفنا نداء التطوع قدمنا والحمد لله خذونا وما رأينا من القائمين على الدورة والمدربين إلا كالخير وحسن التعامل والله يوفق جميع المتطوعين لخدمة وطنهم الغالي طبعا يسعدني وشرفني أن أكون بين أخوتي وزملائي المتطوعين الذين لبوا نداء الواجب للدفاع عن هذا الوطن الغالي تحت قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه الدافع اللي خلاني يسجل في القوة الاحتياطية هو طبعا تلبية الهنداء الوطن وسعية لخدمة وحماية المملكة البحرية الغالية طبعا لميز الخدمة العسكرية هي الانضباط وأيضا أنا كمواطن حبيت أن يكون عندي بعض الاستعداد والجاهزية لخدمة وطن البحرية الغالية التطوع إنه المبدأ النبيل والمعنى الأسمى لحب الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه تحت مختلف الظروف تأكيدا على مدى التماسك الاجتماعي والتعاون المسؤول بين المواطنين والمؤسسات الأمنية والعسكرية في المملكة وهو ما يعد تجسيدا للرؤى والتطلعات النيرة التي أتاحت من خلالها قوة دفاع البحرين هذه الفرصة الثمينة لأبناء الوطن لاكتساب شرف التطوع لخدمة وطنهم الحمد لله إحنا اليوم هنا شرف كبير أن نخدم الديرة وهذه أقل شيء نقدر نقدمه والحمد لله نفس ما تشوفون مطبقين الإجراءات بكل احترافية والتسجيل كان الحمد لله ماشاء الله كل شيء سالس لكن ماشاء الله العدد عود ونتمنى إن شاء الله من الشباب إن شاء الله في الدفاعات اليوية أن يواصلون ويقدمون إن شاء الله نشكر قوة دفاع البحرين لفتعها للمتطوعين مجال تأدية الواجب ومشكورين ونحن جنود هذه الوطن قبل لا نتعسكر وبعد ما نتعسكر إن شاء الله جاهزية عالية أبداها القائمون على الإعداد لهذه الدورة التدريبية والتي تستمر لمدة شهر كامل من خلال الإعداد المتميز وتجهيز قاعات التدريب والتعليم ومختلف احتياجات المتدربين علاوة على انتقاء الخبرات والمدربين وفق أعلى المعايير العسكرية والتعليمية تحقيقا للتطلعات والآمال الواعدة باكتساب المتطوعين أبرز المهارات والعلوم العسكرية المطلوبة الدفعة الأولى من دورة المدنيين المتطوعين للقوة الاحتياطية دفعهم حسهم الوطني المسؤول ليكونوا على أهبة الاستعداد دائما لتلبية نداء وطنهم إلى جانب إخوانهم من منتسب قوة دفاع البحرين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين